اللي متواجد حاليا في مقر النادي الاهل بالجزيرة عشان نعرف منه ما هو الجديد مساء الخير يا محمد مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد تحياتي ديك ولكل مشاهدة قناة النادي أهل في كل مكان طمني على أخبار الفريق قيمة الغيابات والإصابات كيف يستعد كولر لمباراة الغد وأيضا أكيد في تركيز على مباراة سانداونز يوم السبت اللي جاي ورحلة الصفر ابتداء من يوم الاربع إن شاء الله بإذن الله محمد أنا عاوز أكد على كلامك اللي قلته في البداية إن طبعا مباراة مهمة أمام سانداونز ومن بعدها القطن الكاميرون ولكن قدر النادي الأهلي أنك بتلعب على كل البطولات كل موسم فيعني الجهاز الفني بالطبع للسادات كله أو الاهتمام الأكبر هو بمباراة المقاولين المباراة المؤجلة من الجولة 17 إن شاء الله بكرة الساعة الخامسة مساء على السادق الأهلي طبعا مباراة صعبة جدا خاصة أن أحمد في ظل الضغط وفي ظل الوقت وفي ظل أنك أنت بتنافس على بطول الدوري أو استحافظ على صدرتك وترجع لقبك المفضل مرة أخرى وكمان بتستعد لرحلة طويلة جدا زي ما قلت الجنوب أفريقيا ومن بعدها الكاميرون يمكن أهم مميزات المران النهاردة أو أهم ملامح المران النهاردة هو عودة محمد شريف للتدريبات الجامعية دخول خالد عبد الفتاح مرة أخرى وكمان أحمد عبدالقادر اللسة بقى طلعا المحمود متولي يمكن بعيد شوية حسين الشحات بيواصل برنامجه التأهيل والعلاجي عمر السلية كمان بيواصل برنامجه التأهيل والعلاجي ويمكن في آخر مراحل البرنامج كل اللاعبين بحالة نفسية وفنية ومعنوية أكثر من رائعة جاز الفن بالطبع كان فيه محاضرة النهاردة قبل المران طبعا درسوا فريق المقاولين يعني منافس الأهلي في مباراة الغد بإذن الله بشكل كبير جدا نتكلم عن أهم من قطقه هو ضعف الطريقة كمان اللي هيلعب بها الفريق بكرة وزي ما احنا الكلام محمد احنا حالا دلوقتي الفريق يعني باختتم خلاص الاستعداده والمران الأخير والأساسي كل الأجواء زي ما قلتلك كلها منصب على مباراة المقاولين هتبقى خطوة نخلصها ومن بعدها ان شاء الله بقى زي ما انت قلت رحلة طويلة بإذن الله لجنوب أفريقيا ومن بعدها للكاميرون بإذن الله كل دعوات جمالي النادي الأهلي بالتوفيق لكل اللاعبين في رحلة صعبة جدا وكان كمان يا محمد النهاردة يمكن موجود المعد الزهني النهاردة لفريق النادي الأهلي الجديد أبرز يعني العناصر أو آخر عناصر منضمة للجهاز الفن النادي الأهلي وهو المعد الزهني الدكتور احمد أبل وفق خصائق طب النفسي بالطبع كل الفرقة الكبيرة حول العالم بتستعين بخبراء الطب النفسي لإعداد اللاعبين زهنيين قبل المباراة الكبيرة وفي كل بطولات يمكن النادي الأهلي محمد كان أول لأنداء المصري اللي سبقت في هذا المجال وكان طبعا في عهد مستر مانويل جيزيه كان من الفترات طويلة كان معه معد زهني للفريق وبالطبع النادي الأهلي هو أول من يفعل كل شيء وله ريالة دائما وإن شاء الله يكون موفق وإن شاء الله يكون كل العناصر اللي بحتاجة الجهاز الفني موجودة لإذن الله لتحقيق كل النتائج اللي بيرجوها جمالي النادي الأهلي في كل مكان كم يكا حمد فضل أكيد طب احنا قدامنا طبعا على الشاشة جانب من التدريبات ووجود كل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لكن بالمناسبة أنتم تستعرضوا للجانب من التدريبات حتى دكتور أحمد أبل وفا استشاري الطب النفس والمعد الزهني لفريق الكورة موجود كمان على دكة البودالة لما تيجي الصورة وتقرب منه أنا ألقه طبعا ده دكتور أحمد لأنه هو كمان واحد من مشجيع النادي الأهلي واحد من جمهور النادي الأهلي اللي سبق قبل كده سافر فرحلات طويلة جدا وموجود لتشجيع النادي الأهلي في المباريات الإفريقية وده الجانب المهم جدا يا توفيق أن اللي حتى بيشتغل في الآلي مش بيشتغل كشكل احترافي فقط لا كمان مهم جدا أن يكون واحد محب ومشجع للنادي الأهلي طيب قائمة الغيابات والإصابات هل في تعديل عايز تتضمننا ممكن يكون فيه لعيبة ترجع في مباراة المؤولين ويكون جاهزة على ماتش ساندونز يا توفيق يعني عاوز بس أضيف على النقطة أنت كلمت في محمد يمكن ده اللي شوفنا في دكتور أحمد وفا بالفعل هو أعلى عندك البلاد تحس أن فيه فرحة في مبهار أنت موجود في المكان اللي أنت بتحبه يعني كشغال أقل شغل احترافي ولكن موجودك في مكان أنت بتحبه وبتنتمي ليه أعتقد بيبقى فخر زيادة بتبقى حاس بقيمة المكان قوي وده إن شاء الله يعني عكس بشكل كبير جدا على عمله يعني السؤال الثاني وقائمة الغيابات يعني أعتقد الأقرب للدخول لقائمة المؤولين في الغد محمد بإذن الله هو خالد عبدالعب فتاح طبعا الزاهير الأيمن وكمان أحمد عبدالقادر جناح الفريق أعتقد دولها يا أبو أقرب العناصر محمد شريفي يمكن جاهز وشارك في تامنات الأمس واليوم ولكن أعتقد يعني ممكن يكون يتم الضخار وزي ما نطلق في البداية أنا في بعض العبين هتم الضخارهم لرحلة طويلة جدا جنوب أفريقيا من بعدها كاميرون فأعتقد الأقرب هو أدخول خالد عبدالقادر عبدالقادر يعني عاوزة طبعا لك كمان كهرباء بيشارك بشكل تام وكامل في المران بشكل أكثر مراءة خلاصة يعني اتشافة بنسبة ما في المرام الإصابة كل العبين دوله إن شاء الله تشاهدهم قائمة المؤولين وبإذن الله أي 11 اللعب يعني يكونوا مشاركين عم حمد يكونوا على قدر المسؤولية وإن شاء الله يكونوا موفقين ويضيفوا سلاس نقاط يعني جديدة إن شاء الله تكون عاونا في مشوار الدور الطويل خاصة أني تبقى أفنا صفحة الدوري بنهاية شكلها كويس وبسلاس نقاط قبل إن شاء الله رحلة الصفر يعني عاوز أقول لك دقائق قليلة والتمرين هينتهي من بعدها هتم إعلان قائمة من 22 لعب للمبيد بأحد الفنادي القريبة من الاستاذ بإذن الله ومن بكرة بقى يوم الفريقة هبتدي مبكرا جدا طبعا غزة المباراة هتبقى الساعة الخامسة هبقى الفطار في التساعة صباحا الغدف الواحدة زهرا وكمان المحاضرة الفنية هتبقى فيه تمام السالسة وبين بعدها هيكون التحرك بإذن الله لإستاذ السلام لخوض مباراة الأهل والمعاولين في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 17 دولة المصر الممتاز وكل الدعوات بإذن الله بالتوفيق ويبقى نادي الأهل دائما في المقدمة ويبقى دائما رقم واحد آخر حاجة يتوفيق بسرعة السلية الشحات متولي الموقف النهائي سريعا يعني متولي أعتقد بقيت شوية محمد حسين الشحات وعمر السلية هم اللي في المراحل النهائية من التأهيل بتاعهم وإن شاء الله يعني كلهم نصيب وإلحاقوا رحلة جنوب أفركة بإذن الله رب العالمين بإذن الله زمينا محمد داتوفيق موفد قناة الآلي بشكرك على كل هذه المعلومات من ملعب التتش وقدر يمكن حاولنا نضمنكم على أخبار الفريط